حلول مستعجلة لا بد للتوصل إليها لقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قضية الحرب على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هي الهاجس الأكبر لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهي في مجملها أحد أسباب خطة كيري التي أعلنها الأسبوع الماضي في مدينة جدة السعودية السياسي قبل الإنساني هكذا تقول المعادلة الأمريكية لحل الأزمة في اليمن والتي كشفت عن مضامينها السفارة السعودية في واشنطن وتتضمن خمس نقاط تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأحزاب وانسحاب ميليشيا الحوثي وحلفائهم من العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق ونقل جميع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ الباليستية من الميليشيا إلى طرف ثالث لم يتم تسميته وتحديد هويته هل هو داخلي أم خارجي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بعد تشكيلها يتوجب عليها حسب الخطة احترام أمن وسلامة الحدود الدولية وحظر نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية التي تهدد الممرات المائية الدولية أو الدولة المجاورة للبلاد لا جديد في المواقف المعلنة من طرف الحكومة اليمنية التي أكدت على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي حرصها على التوصل إلى حلول سلمية لكن تحت سقف المرجعيات المتفق عليها موقف الحكومة يتوازى مع الموقف الخليجي إدراكا منه أن أفكار كيري لم تختلف عن تلك التي قدمها ولد الشيخ وسبق لوفد ميليشيا الحوثي وصالح رفضها في المعسكر الآخر يبدو أن هناك توزيعا مستمرا للأدوار في المناورة والبحث عن ثغرات لإعاقة أي تقدم يفضي الإحلال السلام حيث يقوم وفدها الميليشيا والمخلوع بالتحرك في اتجاهات متعددة أبرزها الزيارة التي يقوم بها وفد الحوثيين إلى العراق بحثا عن دعم وتمويل اقتصادي وسياسي وصولا إلى الحليف الأكبر في طهران التي اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطا على حلفائها في صنعة وسط كل هذه الدوائر يبدو أن الحل لكل الإشكالات ستفرضه المستجدات في الأرض حيث بدأت العاصمة صنعة تشهد حراكا جماهيريا نشطا من قبل موظفي الدولة والقطاعات المختلفة للمطالبة بصرف مرتباتهم وهو ما ينظر بثورة جياع لن تترك خيارا لأي طرف لفرض شروطه